الكوليرا العائد الجديد الى اليمن البلد المثخن بجراحات الحرب وتردي الاوضاع الانسانية والصحية منذ الانقلاب عادت البلاد الى الطور البدائي فكانت نتيجة الطبيعية عودة امراض وتفشي اوبئة بدائية اصبحت جزءا من الماضي السيء بالنسبة للعالم الاخر الاخبار الواردة في هذا الشأن تتحدث عن وصول عشرات الحالات المشتبه باصابتها بالمرض الى المستشفى الجمهوري بصنعاء وتؤكد اصابة البعض منها بحسب مصادر طبية فان المستشفى اصبح يواجه صعوبة في استقبال المزيد من المصابين كونه الوحيد العامل في هذا المجال لا يقتصر تفشي الوباء على صنعاء وحسب فهناك محافظات اخرى تم تسجيل حالات اجتباه فيها كما هو الحال في المحويت والجوف والضالع التي رصدت فيها القطاعات الصحية العديد من حالات الاشتباه بالوباء منظمة اليونسيف اكدت عودة المرض التي قالت بانه اصبح يهدد حياة الكبار والصغار على السواء مهيبة بالجميع العمل على التصديله اذا هي جائحة اخرى تهدد حياة السكان في وقت تعاني فيه المنظومة الصحية من انهيار وشيك وهو ما يزيد من منسوب الخطر الذي يرتفع كلما طال امد الانقلاب وغابت الدولة عن القيام بمهامها الاساسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة